وانا حاولت ان مروة تبقى موجودة كمان معانا على الهوى بنعرضها دلوقتي اه بنعرض الصور والحقيقة احنا فخورين جدا بوجودها وصوت من الاصوات المصرية القوية اللي تشرفتها اسمح لي بقى انا انا هجيب مروة طب ده دي مفاجه حلو قوي اسمح لي اجيب مروة يا شازلي ياريت طبعا نتكلم مع بعض طيب مروة مروة تعالي بسرعة مساء الفل مساء الجمال يعني احنا دلوقتي موجودين على الهوى مع برنامج التاسعة دل انت عايزه يا مروة هتسمعين ايه النهاردة اه يا شازلي اخبارك ايه يا مروة اه ايه نهارتك بتعمل بروفا يا شازلي طيب اسأليها اقول لها اه اتعايز تسأل الحفلة يوم الحد اه هتسمعنا ايه طيب هي ممكن تسمعنا ايه دلوقتي من الحاجات المجاهزاتها للحفلة اه هو بيقولك اه هو عايزك تسمعي حاجة دلوقتي دلوقتي مع الاسف مش حارف لان احنا في مزيكا ورانا انا مش حارف اجمع دلوقتي واغني حالا لا بس ممكن قبل منسيبك حنقول مقطع اه طبعا اه هم عايزي اسألك هتعملي ايه في الحفلة يا مروة احنا الحفلة السنية دي ان شاء الله خليني اقولك بس ان انا سعيدة وبتشرف انه النهاردة بمثل بلدي في مهرجان كبير بحجم وقيمة مهرجان جرش وسعيدة اكتر وساعدتي الاكبر ان مصر هي دي في شرف المهرجان ودي للمرة الاولى في الدورة 37 اه الحفلة كلها حفلة من اغاني زمن الفان الجميل اه فعملة بقى كل اكشن اغاني وقوموا كل سوم على وردة على نجاة شوية اغاني كمان نبختهم والله ويا رب ان شاء الله تنول عجب الناس خد بالك كمان يا شازلي انت هتشوف الفوتو سيشن هي لابسة حاجة كده تدي الشكل الفرعون افطرت اللون ده صحة وما شافوا صور يعني مكانش هينفع كون موجودة في جرش يعني مكان اثري من اجمل اماكن الاسرية في علامنا العربي مينفعش موسقش اللحظة دي وكن اخده النهاردة فوتو شوت فكنت مرتبة ده قبل ما جي مصر وفعلا كنت بختارة اللبس شوية يبقى يليق مع المكان ونهاردة يعني من حصن حظي انا قبلت شافك النهاردة وانا بعمل فوتو شوت الصبح وشايفت ده واخدت منه اللقطات النهاردة طيب خلينا بقى دلوقتي انا انا حطلب منها بشكل شخصي يا شازلي كده انت موجودة في التاسعة في بيتنا بقى في القناة الاولى حاجة بقى المصر نغني كده طبعا حاجة الجمهور التاسعة كمان يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا بلادي يا أحلى البلد يا بلادي فداكي أنا أولولد يا بلادي 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 يا حبيبتي يا مصر يا مصر آه يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر الله 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 يعني بجد والواحد دايما هو برا مصر بيحس أشاز لي مبسوط جداً لا وقللها كمان كل الجمال والعظمة دي وفيه دوشة حواليها بيقولك كل الجمال والعظمة دي وفيه دوشة حواليك لا ما هي بقى بتستعد إيه الأغاني اللي هتغنيها بقى في الحفلة عايزة دلوقتي أقولك ولا خليهم فاجأة يعني يدينا شوية كده من البروغرام بتاع الحفلة الحفلة يوم الحد إن شاء الله هتكون في المسرح الجنوبي في المسرح الشمالي إن شاء الله هتكون معنا كمان في رؤية وسط البلد هتكون مشاركة معنا لا فعلا أنا سعيدة بالتجربة خصوصا أنا أنت عارفة يا شافكي وكنت معايا من أول تقريبا ما بدأت فإنك تكوني بتمثلي دايما بلدك في مهرجانات مهمة عايزة أقولك ده بيبقى مش قادرة أقولك طبعا بكون سعيدة جدا وفرحانة وفي نفس الوقت بتكوني متحمسة جدا مسؤولية مسؤولية كبيرة إنك شايلة اسم بلدك ربنا يعني أكون قد ساقة للجتلي دي وإن شاء الله أقدم حاجة تليقي باسم بلدي في الحفلة بإذنك يا رب الأغاني بقى دارة الأيام ألف لولي اسمع يا شازلي في دارة الأيام سامع أقول لها أن أنا من جمهورها على فكرة ومكلسوم طبعا الكوكب الشرق مش هينفع يعني بيقولك أنه هو من جمهورك إن كنت كان لازم تبقى موجود هنا في جرش ما نتلعش هناك يا شازلي لايز أسمعك واشوفك الحقيقة على فكرة أنا كمان بغني وردة حرمت أحبك شازلي بيغني بيقولك أنا ما نعمل لقاء سلاسي نجات أما براوة أنا برضو حبيت الأغاني لأن الناس هنا جاية بتنبسط يعني إنت لو معنا بص الناس كلها بتتفاعل فحبيت الأغاني تكون شوية خفيفة ما يكونش فيها حاجات تقيلة لو أنت زكية كمان في اختياراتك الحقيقة حاجات كنت أغني كمان لجورج وصوف أول مرة أغني لجورج وصوف أغني إيه لجورج وصوف سأنا في كذا أغنية بس النهاردة في البروفاتليس هنختار واحدة من كذا أغنية إذن حيبقى فيه أغنية الجورج وصوف آه حتكون فيه أغنية إن شاء الله بس على حسب اللي حنستخرع عليها النهاردة في الجنرال إن شاء الله بإذنك يا رب وحيكون فيه كمان فيه فيروز آه فيروز حلوة قوي لا إحنا عم بينا فيروز لايقى على المكان هنا يا شازلي أنت عارف برضو الأعمدة والمكان نفس محي يعني جدا يعني فيعني يا رب إن شاء الله البرنامج المرة دي يكون يعجب الناس بإذن الله والقلق بقى القلق أكيد كل فنان على فكرة كمان عايز أقولك يا شازلي كل فنان بيبقى الآن إحنا كمان في انتظار في وسط البلد على فكرة هي الليلة مصرية بحدة وسط البلد هتبدأ وبعدها مروى فهي هتبقى ليلة مصرية بديعة بإذن الله ده جميل جدا مروى هل دي أول مرة معلش تسأليه هل دي أول مرة تشارك في المهرجان بشرف إنها النهاردة موجودة معاك ويا رب أكون قد المسئولية وقد السيقة الغالية دي وقدم حفلة حلوة في المهرجان وسعيدة أنا فعلا شازلي بيسألك دي أول مرة أنت بيبقى فيها في جرش أعتقد أول مرة جرش السنة اللي فاتت كان عندي مهرجان الفحيص برضو من أهم المهرجانات اللي بتكون موجودة في الأردن عملت قبل كده كذا حفلة كانت برضو في الأردن كانت في أصر السقافة الملكي كانت كذا حفلة وربعات لكن دي أول مرة هنا في جرش أول مرة جرش دي أول مرة هنا تبقى موجودة في جرش فعلا أكيد أنا برضو أنا حكون طماعة زيك يا شازلي دايما المزعين طماعين على فكرة باب نسدق أما براوة أما براوة على مصر على وجودها على مصر دولة الشرف إحنا موجودين في الأردن في جرش مصر بتغني في كل مكان ولا إيه يا شازلي طبعا لازم نسمح حاجة إحنا دايما نستغل المواقف اللي زي دي أما براوة ما بتكررش كتير أيوة يعني هناخد أما براوة علشان الوقت قلت حبيبي ملانة وعطسانة يا أنا أرح نوالة أروح أشرب حدانة أرح نوالة أروح أبلا الشاوة أما براوة براوة على الحلاوة الله 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 على الأجواء الجميلة والله يعني الحقيقة إحنا هنقوموا على صوت الكبير ده بإذن الله